شاحنة محملة بالنقود وجوازات سفر وأجهزة إلكترونية وعسكرية متنوعة ضبطها مواطنون كانت في طريقها لصعدة قادمة من خط العبر مع صحراء الجوف الشاحنة بالإضافة لثلاث سيارة أخرى كانت ترافقها ضبطت بعد عجزها عن التقدم وسط الكثبان الرملية لصحراء الجوف وفق شهود عيان اللافت كما تحكي الصورة هو أن النقود المضبوطة والمقدرة بمبلغ مئة مليار ريال يمني هي من فئة خمسة آلاف ريال وهي فئة وهمية غير موجودة أصلا غموض يلف عملية ضبط الأموال هذه خصوصا في غياب أي تعليق رسمي حولها إلا أنه وفقا لخبراء اقتصاديين فإنها خطوة عبثية جديدة تقدم عليها الميليشيا في صنعاء بحثا عن أي انتصار وهمي يعوض إفلاسها أمام الناس بعد إصدارها للبطاقات التموينية التي واجهها الناس بصخط بالغ وأسئلة عديدة أهمها ما الذي يمنع صرف الرواتب نقدا إن كان في مقدور الميليشيا دفعها للتجاري كقيمة للمواد الغذائية لتعزز الإجابة أن استغفاف الميليشيا بعقول الناس ومصادر عيشهم مستمر في سبيل بناء الاقتصاد الخفي لها على حساب تدمير الاقتصاد الوطني